بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلي محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنرى ستة أخطاء محتملة من الممكن أن يقع فيها الطالب أثناء قيامه بحل المسائل الرياضية الخطأ المحتمل الأول نراه هنا وهو أثناء قيام الطالب بمحاولته فك الأقواص فيقوم بشكل خاطئ بضرب الثلاثة في العنصر الأول فقط ويخرج له ستة إن ويكتب الستة الثانية من دون أن يضربها بالثلاثة الخطأ المحتمل الثاني نراه هنا وهو أثناء قيام الطالب أو الطالبة بنقل هذا الرقم إلى الجهة اليسرى ولكن ينسى من تغيير الإشارة فيكتبها هكذا خمسة أكس يساوي ثمانية ناقصاً أو زائداً ثلاثة يكتبها هكذا الخطأ الثالث نراه هكذا وهو قيام الشخص بالجمع الاثنين مع الأربعة ويكتبها ستة هي صحيحة ولكن الخطأ هنا يقوم أيضاً بتربيع الرمز ظنناً منه بأن هذه الطريقة هي الصحيحة أيضاً هنا يقوم أو تقوم الطالبة بطرح الرمز فقط تراه R ناقصاً R فتكتبها خمسة أما الاحتمال الخامس فنراه يكون هنا حيث عند رؤية الشخص بهذا الشكل فيقوم بطرح الثلاثة مع الثلاثة ويتبقى له الأوميغا الخطأ المحتمل السادس هو قيام الشخص بطرح العنصر الأول فقط أو بقسمة العنصر الأول مع الخمسة وينسى قسمة العنصر الثاني على الخمسة فيخرج له خمسة عشر على خمسة تساوي اثنان P ويكتب الخمسة وعشرين كما هي طبعاً هنا أين الخطأ؟ الخطأ في هذا وهنا الخطأ في هذا وهنا الخطأ في هذا أيضاً الخطأ هنا يقع في هذا وبالنسبة للخطأ المحتمل الخامس هذا خاطئ الخطأ المحتمل السادس يكون هذا إذن إن كنا نريد أن نعرف الإجابة الصحيحة فبالنسبة إلى الأول سيكون ستة إن ناقصاً أيضاً نقوم بضربها ثلاثة في ستة ثمنطعش هذا هو الجواب الصحيح بالنسبة إلى هذا سيكون لدينا التالي خمسة اكس تساوي ثمانية ناقصاً ثلاثة تساوي خمسة إذن خمسة اكس تساوي خمسة نقوم بتخلص من الخمسة في الجانبين ويتبقى لدينا الجواب التالي اكس تساوي لنا واحد هنا فقط الخطأ في التربيع فيجب أن يكون هكذا أربعة زائداً اثنين والواي نأخذها بشكل بك رمز مشترك بالنسبة إلى الاثنان فيكون لنا ستة واي أيضاً هنا الار نأخذها كرمز مشترك للاثنين ويتبقى لدينا هنا لا ننسى بأن هذا يعني واحد ار ناقصاً فيكون هكذا ار رمز مشترك مضروب في خمسة ناقصاً واحد تساوي لنا اربعة ار هنا حتى لو أخذناها كرمز مشترك يكون لنا التالي تبليو ثلاثة ناقصة ثلاثة هذه ستكون لنا صفر إذن الجواب هو صفر أما بالنسبة إلى هذا فيكون لنا التالي عشرة بي على خمسة زائداً خمسة وعشرين على خمسة تساوي لنا عشرة قسمة خمسة تساوي لنا اثنان بي زائداً خمسة وعشرين على خمسة تساوي لنا خمسة إذن هذه هي الإجابات الصحيحة ويجب أن ننتبه جيداً خصوصاً بالنسبة إلى الإشارات والقسمة والضرب وأيضاً بالنسبة إلى أخذ الرموز كرمز المشترك أو عامل المشترك بالنسبة إلى الجهتين كل هذه الأشياء يجب أن نأخذها في الاعتبار أثناء قيامنا بحل الواجبات الرياضية وإلا ربما نقع في أخطاء غير محمودة شكراً لكم ونراكم إن شاء الله في درس آخر ترجمة نانسي قنقر